يعني أنت بتتكلمي أجا في بالي يعني ست كانت تلميذة للرب يسوع المسيح اللي هي مريم المجدلية مريم المجدلية رب تعمل معها أنقذها وأخرج منها مثل ما بيقول الكتاب سبع شياطين بعدين أصبحت تلميذة يعني الشيء المسيح كان رباي كان معلم والمعلمين بالنسبة لليهود الربايز داما عندهم تلامذة حتى المرأة ما كانتش تتعلم في المدراش أو في السينيجاك في المجمع إلى آخره ولكن برضو مع المسيح كان في نساء كانوا بيتبعوه وكانوا بيسمعوا التعليم وكانوا بيتعلموا الشيء اللي بميز مريم أنه ضلت مع المسيح للصليب للصليب في الوقت اللي التلاميذ هربوا وظلت يعني ماشي معالى الدفن تعرف وين الدفن المسيح وبرضو ظلت معالى القيامة اللي كانت المبشر الأولى للقيامة يعني مرات كتير إذا المرأة بدأت ترثي لنفسها ولحالها ولوضعها مش رح تتطور ولا تتقدم صحيح أعتقد هذا الشيء اللي أنتو بتقومه فيه مية بالمية المرة ما لازم تبكي على وضعها أبدا وما لازم تكون هل قد حساسة أنه أنا ما بقدر أعمل شيء لا أنت بتقدر تعمل شيء وأنت بتعملي فرق وأنت قدرت غيري وأنت يكون لك صوت وأنت قدرت تعملي فرق ببيتك بمجتمعك بكنيستك بس خلي يكون عندك ثقب الراب يلي فيكي المسيح فينا هو الرجاء المشط صح؟ أستطيع كل شيء في المسيح يسوع هاي أستطيع كل شيء مش للرجل هاي لأيلي لكل أكيد هاي لكل أمرأة أنا قدر أعمل تغيير فخلي يكون عندك هيدا المفهول ذكرت أنه النساء يعني كمان يكونوا نور وملح ويكونوا يعني مش بس في داخل الكنيسة خارج الكنيسة أنه شهادتهم تبين لو حبيت تحطيها في ثلاث أربع كلمات إيه الشيء اللي أنا عارف أنا بحكيها إسا عشان بمختصر تحكيها إيه اللي لازم يتعلموا حتى يطلعوا في هذا التعليم لبرا؟ أول شيء بدون يعرفوا أنه هني بقدروا يعملوا هيدا الفرق بدون يفهموا هاي الفكرة بدون يقولوا لحالهم أنه أنا بقدر أعمل تغيير بدون يشوفوا وين في مطارح بتعلمهم وبتعطيهم هيدا التول حتى يطلعوا من التقليد حتى يطلعوا من شو تعلموا حتى يطلعوا شو بقول المجتمع بدون يطلعوا من هون لأن المجتمع ظالم المرأة حقيقة ظالم المرأة بدون يطلعوا من هون بدون يقفوا عجريهم سو بس يأخذوا هيدا التول والمسيح فينا بيعطينا هيدا الرجاء هيدا الرجاء هو بيعطينا القوة نحنا حقيقة شغلتنا شو شغلتنا ندل على المسيح مثل ما عامل يحنى ينبغي أن ذاك يزيد وأنا أنقص أنا ما عم أقول مرة هي بدي تبين أنا عم أقول مرة بدي تبين من خلال المسيح يلي فيها المسيح اللي فيها هو اللي بده يبين هي بس بتكون الإشارة هي بتكون الدليل هي بتكون النور بس هي بكون عندها شي تعطيه مش هي بتكون مظلمة هي بتكون زعلانة هي بتكون مكتئبة هي بتكون حزينة هي بتكون عم تبكي عحالة هي بتكون أنا ما بيطلع مني شي لا أنت بيطلع منك شيء أنت بتعملي فرق أنت حلوة أنت محبوبة أنت زكية أنت بالرب مختلفة فأنت فيك تكوني مختلفة وتميزها طبعا واحدة من أجمل القطع في الكتاب المقدس اللي بيتكلم عن المرأة أمثال 31 امرأة فاضلة من يجدها يعني بتشوفيها شيء زي بيزنس وومن بتلاقيها يعني بتهتم في البيت بره وجوه والرجل جالس في الأبواب بسبب يعني شو عملت المرأة شورك بهذا الإصحاح رائع هذا الإصحاح حقيقة أمثال 31 إذا بندرس كتير فيه إشي حلوة على المرأة كتير إذا كل واحدة مننا فيها تكون مثل أمثال 31 بتشوف أرض وتشتريها وتعمل على الزمن القاتي بتخطط بتشتغل بيدين رضيتين بتشتغل لوليدها بتعمل بتربي يعني هيدا المقطع بشكل الشي اللي عم نحكيه على المرأة هيدا هيدا إذا فينا نحطه هيك بكادر وكل أمرأة يكون عندها وتعمل عليه وتحط بلان كيف هي تقدر توصل منوصل منوصل بس بدها تحط الخطة ونحن بحاجة نساعد هيدا المرأة كيف تحط هاي الخطة وكيف تظهر للعالم وتكون أحلى بزنس وومن أكيد أكيد مثل ليديا بقعت الأرجوان ترجمة نانسي قنقر